حلقة جديدة من فتح عينك وهنتكلم فيها مع سيادة اللواء محمد الجباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والخبير الاستراتيجي والمفكر الوطني الذي له رؤية عن حكاية الدولة اليهودية وليه مصرين النهاردة على انتزاع اعتراف بدولة دينية ايه حكاية الدولة الدينية وعايزين منها ايه وحدودها شكلها ايه وبيفكروا ازاي في المستقبل طبعا هو لما سيدنا موسى اخذ الطورة الالواح اللي فيها الطورة اكسرت وبعدين لموه وحطوه في تابوت وبقى اسمه تابوت العهد وبقى يتحركوا به التابوت ده الى ان عملوا الهيكل فبقى فيه جزء من بقايا الموسى حتى جاء في الوقع عن الكلام ده وحطوه في الهيكل عندهم لما الهيكل اتدمر بنوخز نصر اتدمره ضاع التابوت باللي فيه فبقى مفيش التوراة التوراة هتبقى المحفوظة عند الناس اكسر الناس حفظا للتوراة كان مين كان عزراء النبي عزراء فكلف من قبل قرش الفارسي انه يكتب دينه في كتاب عشان يحفظ على الدين بتاعه فبدأ يكتب هنا بتيجي التأثير بقى البشري انا جاي من هجرة ومن اسر ببيبي واجع علم فلما جاي اكتب حاجة في الدين ممكن احطي اركب جزء من السياسة على الموضوع وما ده لا يوحى الي انا بكتب بالله انا كنت حافظه فبدأ يحط بعض الحاجات تتخلي الناس او بني اسرائيل يتمسكوا بارض كنعان ما يسيبوهاش فبدأ حطي انا من وجهة نظري حط العود الالهية للانبياء بتملك الارض في سياق الكلام عشان يبقى الوعد الالهي ان انا وعدتك انك تاخد الارض دي ملك ليك فتعال اعود فيها ما تسيبهاش هده المبدأ البسيط ومن هنا يشجع الناس عليها تتمسك بالأرض ما تسيبهاش ده وجهة نظر ومن هنا بدأ يحط الوعود على كل نبي من الانبياء الكبار زي مثلا سيدنا ابراهيم ممكن هدي الوعد خمس مرات بالتكرار للوعد وبعدين سيدنا اسحاق خد الوعد مر سيدنا عقوب خد الوعد 4 مرات وبوه قال له لما جانز اللي سيدنا يوسف في مصر لا تترك ارض غربة ابيك ابراهيم وسيدنا عقوب ما سمعش كلام ابوه وعد في مصر 17 سنة ومات ومرجعش طيب بعد كده ابدأ الوعد الموسى عشر مرات وما دخلش الارد وما دخلش دخل يوشع بن نور اللي خد الوعد مرتين يبقى هنا بيتاصل لكل نبي له حركة بيتدوره وعد بتملك الارض فلسطين ومن هنا يبقى اذا كان تملك الارض فلسطين او تبقى دولة او مملكة يهودية زمعانها بعد كده سيدنا داود كانت النتيجة انها تبقى دولة بالطبع الدينية لانك طلع على اسس ديها موجود طيب بقى هنا بس هل هي كان دولة يهودية هم اللي اخترعوا كلمة انها تبقى خالصة لهم وبدأ من هنا هنضم نظرية في التلمون اسمها نظرية الحلولية واني على نظر ان برضو المسيري كان كاتب فيها الله ارحمه كاتب فيها كويس يعني بس انا طبقت الحلولية السلسية عبدالوحاب المسيري اه اه طبقت الكلام دا على حركة اليهود في الموضوع فبنوع الحكمات بيتكلموا احنا ليه متشتتين ومتبهدين وكلام دا قال عشان انتوا اخطأتهم وعملتوا اخطأ كتيرا فالرب غضب عليكم طب احنا عنيش كده على طول قال لهم لا دا دا مرحلة مؤقتة وغالبا الرب ممكن حاشا لله يموت او يغيب فيحلف اللي بيحبوه بيحب مين بيحب الشعب اليهودي لانهو اختاروا اعبوده حتى في مقولة عندهم هما بيعضوا الرب في الدعاء يقول له انت يا ربي انت يا ربي انت انت اخترتيني اعبودك لكننا ما اخترتكش فانت عليك انك انت اديلي مطالبي في البجاحة للدعاء ومن هنا بيقولك بقى وحل في الارض المقدسة اللي هو اللي هم عليها اللي هي ارضك انعاد وحل في الحخامات عشان ما عادش فيها انبيه واللي هما بيعمله على مصلحة الشعب اليهودي طب هنا بقى يبقى هل يصح السؤال اللي هما بيطرحوه هل يصح يعيش على المقدس غير المقدس فاذا كان الرب حلل في اليهودي يبقى له الحق فيه ان يعيش على الارض المقدسة ما ينفعش يعيش على اي حد ومن هنا بتيجي تنفيذ بقى الفكر العنصري الديني للدولة اليهودية المزعومة اللي هما بيقولوا عليها طبعا احنا بنقول لحقية في الارض وعدم حقية احبوا ان الرب عمره مئدة ملكية للنبي من ملوه وكان فيه سؤال طرحته على احد اليهود قلت له عيسى يهودي المولد لانه من ناس داود فكيف لم يعطيه الرب وعدا بالارض واخركم فسكت قلت له اقول لك انا الاجابة لان عيسى جاء بعد عزرة بخمسمائة سنة اللي هو كتب الاصفار فكان شعرف ان عيسى جاء عشان يكتب له وعد كمان بالمرة يعني وبالتالي بقى الوعود دايما دي بوضع بشري مش وضع ايه نهائي ومن هنا قلمة الدولة اليهودية وهم عندهم هما وما فيش حاجة اسمها دولة دينية موجودة في العالم ولا عاش الدولة اليهودية ولا عاش الدولة دينية اساسا في العالم لكن الدين للناس كلها والدولة ده نظام سياسي ما هواش نظام ديني وبالتالي يبقى الكلام دايما حيبقى فيه عقبات في التنفيذ كتيرة ولو تضحط كتير عشان يتنفيذ ايه حكاية الوعد اللي بيتكلموا عليه اليومين دول خصوصا ان كتب عنه ايهود براك السنة اللي فاتت وبيتحدث فيه عن ان دي هتبقى تالت مرة لا تكتمل فيها دولة اسرائيل وان دايما الدولتين اللي فاتوا ما كملوش بعد التمانين سنة وكتير من الناس اتكلموا عنها وحتى احد قادة حماسة المتحدث الاعلامي باسم حماس ابو عبيدة اتكلم عنها وقال ان احنا بنقترب او هذه الدولة دولة الاحتلال تقترب من عامها التمانين وبالتالي هتنتهي هو الاستنادا الى مدة الحكم اللي حكامها سيدنا داود وابنه سليمان سيدنا داود قعد اربعين سنة وسيدنا سليمان قعد اربعين سنة ثم انقسمت الدولة بعد موت سيدنا سليمان يبقى هنا المملكة الدودية انقسمت الى جزئين وتشتتت عشان كده هو بياخده حكة التمانين سنة فالسيق عليه فالنهاردة هو النهاردة فالعصر هادي طبعا هي الدولة او المملكة اليهودية لم تكتمل غير مرة واحدة بس في التاريخ كل مش مرتين مرة واحدة بس مرة واحدة مش مرتين المرة التانية اللي هموا عايشين فيها دي المرة التانية عايشين فيها دي لهم حاولوا بعد عودتهم بعد قرش الفريسة مرجعهم الى ارض كالعين سنة 530 ميلادية يعملوا دولتهم قرش رفض واستخدم عزرة في انه يكتب الصهونية الدينية اللي هو يكتب الدين بتاعهم واستخدم نحمية كصهونية سياسية لانه هو الوالي على القدس وهو العين اللي بتبلغ كورش بحركة المصريين اللي هم حيجوا الشام عشان يقبلهم وبالتالي بدأ استخدام السياسة الموجود وبالتالي ما بقاش هو صاحب مملكة لما جاء الاسكندر اكبر حاول يعملهم دولتهم مع الاسكندر اكبر عند انتهاء الفرس الاسكندر اكبر رفض واو السلوقيين اللي هم ابناء الاسكندر اكبر في الشام رفضوا هذا الموضوع وبقوا يعملوا معهم مشاكل وحروب ثم لما جاء الرومان كمان لما جاءهم يعملوا الكلام ده وصار عليهم صورة الحشمونيين اعدت كتير الا ان الرومان رفضوا هذا الموضوع تماما وحد ستين كبار تيتس الروماني هدم الهيكل سنة سبعين ملدية التاني الهيكل التاني وتردهم القدس ثم استمروا في الصورة فجاء ادريان الروماني تردهم تماما من الشام سنة مية وثلاثين او مية وثلاثين او مية وثلاثين ملدية وانتهت اذا انها فيش دولة تانية غير هي اللي عملها سيدنا دايود و سريمان اللي هم التمانين سنة دولة عشان كاسموها المملكة هم دلوقتي عزيزي رجوعها تاني هم دلوقتي في الدخين على التمانين سنة هم فالفالي السايق ركبهم او ماشي معهم يعني هم خفين من الحتة دي ادي كلمة تمانين سنة كعقدة عندهم في الموضوعات فهمنا يعني ايه دولة يهودية فهمنا يعني ايه تمانين سنة فهمنا ان هي مرة واحدة حصلت مش مرتين قبل كده ودي التالتة كل شكر وتقدير لسيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطن الاصبق على هذه المعلومات الثرية اشتركوا في القناة